موسيقى السلام عليكم اللي بنا عتك داي ريين لا بس عليكم كل شي مزيان صحابي خير الحمد لله صراحي اللي بنات اليوم ما كنتش باغيان نصور الفيديو مقلستر اخر لحظة انقلت علش الله ما نشاركش معاكم سحور ديالي ديال اليوم اللي هو عبارة على القراتان ديالي ببات لا دند ولا بشاميل بقاوا معانا المشيول تاريقة التحضير كناخد المقلة ديالي كنسخنها كندير فيها واحد شوية ديال الزيت يا زيت المائدة يا زيت الزيتونة لحسب الدوق ديالكم كنضيف عليها البصلة اللي شلط محلات الشكل كنشحرها واحد شوية كنضيف عليها شرائح ديال لدند او لسدر الدجاج اللي كانت توفر عندكم لحسب الدوق ديالكم اللي كانت توفر بتاوة نحركوا واحد شوية كنضيف عليها الجزر او خزو اللي ديجا حكيتو في الحكاكة الغليدة بتاوة نحركوا واحد شوية بحلكة كنضيفوا شوية ديال الملحة شوية ديال حرقو معود شوية ديال إبزار و شوية ديال تحميره و شوية ديال تحميره كنخلطوا العناصير كلها تدخل فيهم العطرية حالها تشكر كيف تشوفو من اللي تشحرنا كل شي غادي نضيف دابا ففلة حمراء حلوة او للخضراء على حسب اللي عندكم بتاوة نحركوا واحد شوية ديال ما كن بدا نحرك ما كن وقفش على التحرك مره مره كن بدا نحرك سوف ادابا غادي نضيف ماتشة الحك مع علقة صغيرة و غنعود نحرك بحالها تشكل سوف او غادي نضيف واحد شوية ديال قصبور مع دنوس و نخلي كل شي طيب و نمشي ودابا باش نصيبوله بشامل سناخد الكاسروني اللي ديجا سخنتها كندير فيها واحد جوج مع علقة ديال الزبدة كندوبها بحالها تشكل الزبدة هنا يمكن تديروا اي زبدة عندكم يعني نباتية ولا كيفما كانت الزبدة موينخ صغير تدوب مزيان و غادي نضيف عليها واحد جوج مع علقة ديال دقيق الفوس و نكونو شوية عامل الوحد شوية سوف او تنخلط مزيان ديك الزبدة مع الدقيق سوف نخلطها مزيان بحالها تشكل و نضيف الحليب شوية بشوية و انا كنخلط ما نوقفش على التخلط حيث غادي تتكور ليا داك الدقيق في الحليب ما بقات نحرك بحالكة و انا كنضيف الحليب نحس بليدك الدقيق ما غاديش تكور ليا مزيان بحالات شكل كيف كا تشوفو سوف فكر بقنا نضيف ديك الكيميات ديال الحليب انا هنا الحليب استعملت عيني ميزاني تقريبا نضيف شكس ديال العنبه تقريبا سوف قادي نضيف واحد شوية ديال ملحة واحد شوية ديال الافذار واحد شوية ديال القزيلة عندكم انا ما استعملتها هنا حيث ما كانتش متوفرة عندي سوف تنبقى نحرك والعافية هنا تكون مهيلة لا تكونش العافية مجهدة سوف تنبقى نحركتها كان حسبيتي يختار هلا تشتلك كيف كانتشوفو هنا انا كانتضيف الحلي بلحظة بعيني ميزاني تقريبا كي قدتلكم كاس ديال اللي اضفت الحلي بكله من اللي كان حس بطصص ديالنا اخترت واحد شوية كاك كيف كانتب عندلكم دابا غادي نضيف واحد شوية ديال فرماج ريكوتا هدا اختياري إلا كان عندكم ديره ما كانش عندكم يمكن استغناء عليهم مش مشكلة سوف تنبقى نحركتها كي دو بليدك الفرماج اللي كي دوبلينا الفرماج تولي علاج الشكل كيف كانتشوفو سوف يبدأ كاتبدا السوس ديالنا كاتغلى هلاكا راتبان لكم سوف يكنتفع لها البوتا هناك ناخد المول اللي غادي دخل الفران ندير فيه النص ديال كيمياد اللي بات اللي عندي اللي بات ديجا صلقتها في مامالح مع ورقة سيدنا موسى وشوية ديال الزيت وكاتاخدونا وعلي عجبكم اللي بات كندير عليها واحد شوية ديال للصوص بشاميل وسنحاول ندخلها فيها بحلات الشكل نغاز شوية سوف ندير الموزاريلا فوقها بحركة سنحاول نوزعها فوقها كنظر وكنجيب لدن دليطيب مع الخضراء ناخذ وففلة حلوة وكنتنحطو فوقه كطبقة ثانية حلا كتنوزع فوقه مزيان حلا ديشكل ناخد اللي بات اللي بقتلية ونوزعها فوق لداند كتباقة اخيرة حالات الشكل كيف كتشوفو نحاول نغطي باذاك لداند كله سوف يكون نجيب تنصص بشامي اللي بقت لي يا تايا كتباك نخلي واحد كمية كتير على اللول ونغطي بهادك اللي بقت كلها حالات الشكل نحاول تايا ندخلها في البط سوف يكون نجيب فرمج موزري اللي بقالية كنديره فوقها وكندير الفرمج الحمر سوف يكون ندخل على الفران حتى التحمر أولا حتى يدب لنايدك الفرمج كاين اللي كيبغى تكون محمرة كاين اللي كيبغى يغال الفرمج يدوب بصافي ها هو القغطن ديال نوجد دابا غادي نقدموه في تبصيل وغا تشوفو كيفاش كيجي كيجيب بنين والديد ومعلك الصراحة الصراحة والله لا تيجي زبين هانتو ما كيفاش كيجي هنتمنى انكم تجربوا الوصفة وبصحاو الراحاو اللي عجباتو الوصفة ديال اليوم ما ينساش يديلي واحد لايك ويتقابونا في القناة ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد اشتركوا في القناة